موسيقى تتابعون موجزا للأخبار من الجزيرة الدولية مرحبا بكم استعادت قوة الأمن البرازيلية السيطرة على القصر الرئاسي ومقرية البرلمان والمحكمة العليا عقب اقتحامهما من قبل أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو وأعلن وزير الداخلية والقضاء أن السلطات ستوجه تهمة محاولة الانقلاب للمشاركين في الحادثة في وقت كشف الرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا استئناف عمله الاثنين في مكاتبه ببرازيليا هذا وأدانت الجزائر بشدة عمليات الاعتداء التي تعرضت لها مؤسسات الدولة في البرازيل بيان عن الخارجية الجزائرية أكد أن الجزائر ترفض كل الأعمال التي من شأنها إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في هذا البلد الصديق كما عبرت الجزائر عن ثقتها بأن الشعب البرازيلي قادر على تجاوز هذه المحنة بسلام وضف البيان ذاته أن الجزائر تؤكد وقوفها إلى جانب المؤسسات الشرعية ومساندتها للمسار الديمقراطية الذي أصفر عن انتخاب لولا دا سيلفا رئيسا للبلاد والذي حظي بطرحيب دولي كبير شهد الملتقى التحضيري للمصلحة الوطنية الليبية إجمعا محليا ودوليا على ضرورة التوافق وإعلاء مصلحة ليبيا والشعب الليبي بهدف إحلال السلام والاستقرار في البيانات وتوقع الاتحاد الإفريقي بأن تكون هذه سنة سنة لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا في وقت دعت فيه جامعة الدول العربية إلى مصالحة وطنية تضمن جلوس كل الأطراف حول طاولة واحدة في مصلحة البلاد في شأن آخر قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان إنه لن يكون للقوات المسلحة أي دور في العملية الانتقالية مشيرا إلى أنها ملتزمة بالخروج من العملية السياسية كما دعا إلى العمل على انضمام الجميع إليها وأشار البرهان خلال خطاب بمناسبة انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان الأحد إلى أن القوات المسلحة ستخضع لأوامر السلطة الانتقالية التي ستصفر عنها الانتخابات عاجلا أم آجلا معربا عن أمله في تشكيل حكومة مدنية حقيقية تعبر عن رغبات الشعب السوداني تعقد منظمة تعاون الإسلامية الثلاثة في جدة اجتماعا استثنائيا مفتوحة العضوية للجنة التنفيذية في مقر المنظمة لبحث الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى المبارك ويت الاجتماع وفق بيان للمنظمة بعد التصعيد الصهيوني المتواصل الذي تشهده مدينة القدس المحتلة والانتهاكات المستمرة ضد المسجد الأقصى أبرزها اقتحام مسؤول في إدارة الكيان الصهيونية باحات الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال وأضاف البيان أن الاجتماع يأتي في ظل محاولات الاحتلال تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك نهاية والموجز يمكنكم مطالعة أخبارنا على مختلف مواقعنا وكذلك منصاتنا الإلكترونية الظاهرة أسفل الشاشة شكرا لكم على المتابعة